الأوضاع. مزيد من التفاصيل مع موفادي بي بي سي في القدس عصام عكريماوي تمكن عدد من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي من الأحزاب اليمينية المتطرفة من اقتحام سجن سدي تيمان في النقب. بعد اعتقالي تسعة جنود من قبل الشرطة العسكرية الإسرائيلية. اتهموا بالتنكيل بمعتقل فلسطيني أحضر إلى هذا المكان وتم تعذيبه بطريقة وحشية كما تقول الأنباء. وتم نقل السجين الفلسطيني إلى المستشفى وهو في حالة مزرية. زعماء اليمين أو ممثلي أحزاب اليمين الذين حضروا إلى هذا السجن قالوا إنه لا يمكن لإسرائيلي أن يقبل أن يتم اعتقال جنود. ووصفوا هؤلاء الجنود بالشجعان وقالوا إنهم يدافعون عن إسرائيل. لكن دخول القوات أو قوات الشرطة العسكرية إلى هذا المكان لاعتقال الجنود المطلوبين أثار العديد من ردود الفعل في إسرائيل معظمها متعاطف مع الجنود. مختلف الأحزاب الإسرائيلية عبرت عن تنديدها بالشرطة العسكرية وقرار المدعي العام العسكري التحقيق مع هؤلاء الجنود. رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو دعا إلى التهدئة وقال إنه لا يمكن أن يتم حل الأمور بهذه الطريقة كما تحدث عدد من الوزراء الآخرين وطالبوا بضبط النفس. هذا التطور يعتبر خطيرا جدا بالنسبة لإسرائيل. أن يكون هناك مواجهة بين قوات الشرطة العسكرية وقوات الجيش في هذه القاعدة. هذا السجن قيم على عجل لاستضافة أو لكي يتمكن من اكتجاز عدد من الأشخاص الذين تقول إسرائيل أنهم مسلحون من حركات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة ومن قوات النخبة كما تطلق عليهم. وكان هناك أصوات تطالب بإغلاق هذا المعتقل وتوزيع السجناء على سجون أخرى. لكن حتى الآن لم يتم إغلاق هذا المعتقل الذي يثير الكثير من الجدل في إسرائيل التعارض جماعات حقوقية وجود مثل هذا المعتقل الذي يعتبر أو يتمارس فيه كما تقول منظمات حقوق الإنسان انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان. ترجمة نانسي قنقر